أطرب السمعين ذكر علام يا لراح مالت به الندماء النبي الأمي أعلم من أسند عنه الرموة والحكماء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعله صعب إذا شئت سهلا سهل اللهم علينا طاعتك ووفقنا لما تحبه وترضاه من القول والعمل والنية والهدى أما بعد كنا أيها السادة في اللقاء السابق عرفنا نزرا يسيرا جدا من الكلام عن الرحلة في طلب الحديث وعن ما تحمله سادتنا العلماء علماء الحديث رضا الله عليهم في أن ينقلوا لنا سنة مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم طاهرة نقية من الشوائب وكان هذا كله في إطار رد الشبهات التي تحاكو حول علم الحديث وحول السنة وعلى أنها نقلت قرنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كتبت أو نحو ذلك مما يتفوه به أعداء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دوما في هذا الإطار في إطار تصحيح المفاهيم ودفع هذه الشبه سنتحدث إن شاء الله تعالى في بعض المجالس عن إمام من أعظم أئمة إن لم يكن أعظم أئمة أهل الحديث على الإطلاق سيدنا محمد بن إثماعيل البخاري رحمه الله وارضي عنها أردت أن أتكلم عن هذا الإمام الجليل مع أننا تكلمنا عنه وعن إخوانه من العلماء الأجلة لما تكلمنا عن صحة 6 لكن كنا تكلمنا بشكل مختلف كانت حصة لكل واحد من هؤلاء أستاذ العظام رضو الله عليه وهي لن تكفي والظهر لا يكفي لكن إنما أردت أن نتكلم مرة ثانية عن إمام البخاري لأسباب منها وأهمها أن أكثر الشبه وأكثر كلام من ينسب نفسه إلى الثقافة وإلى حرية الفكر ونحو ذلك منصبة على صحيح البخاري لا تراهم ينقضون موطأ مالك ولا سنن ترمدي ولا صحيح مسلم لا التوجه الآن توجه الشبه على صحيح البخاري فتجد المجال استعقد والحصص في التلفزيونية في القنوات كلها منصبة على منصبة من طرف هؤلاء الذين حرموا ذوق السنة والذين ينتسبون إلى الإسلام وهذا هو المصيبة يقول أنا مسلم وأنا أؤمن بالقرآن الكريم لكن صحيح البخاري في كذا أو في كذا وهو من بابي لتتبعن قال عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنان من كان قبلاكم شبران بشبر وذراع بذراع يعني من بابي التقليد الأعمى من الفكر الغربي الذي يظنون أن التحرر والفكر الواسع ولا تقيدني بالشيء هذا الإمام البخاري هذا الرجل جمع هذا حيث لا بد أن تمر على العقل وإذا أباه العقل عقله هو الفاسد إذا أباه العقل وردت ونحو ذلك مما قد يدخل بعض الشبهات والشكوك على عامة المسلمين وإنما كان نصبابه مع الصحي البخاري لعظمته وجلالته ولأن الأمة أجمعت أجمعت الأمة على هذا الكتاب الجليل كلامنا إن شاء الله تعالى سيكون في مجلسين أو ثلاث حسب ما يتمح به الوقت المنهج أننا سنتكلم الآن إن شاء الله تعالى عن الإمام ونتكلم في مجلس أخرى إن شاء الله عن الصحيح عن الكتاب الآن لن نتكلم عن الكتاب الآن ستكون مقدمة من هو هذا الرجل ماذا قال فيه علماء الأمة رضو الله عليهم كيف كانت حياته بوجه مختصر جدا واقتصرت أيها السادة في الكلام هنا في ذكر بعض مناقبه على الكتاب الجليل فتح الباري بشرح صحيح البخاري لأمير المؤمنين في الحديث حجة الأمة وحجة الله بين خلقه تيد الإمام أحمد بن حجر العسقلاني رحمه الله وردي عنه في كتابه الجليل فتح الباري في المقدمة التي هي هدي الساري إلى فتح الباري من مقدمة فتح الباري بكر فيها ما يتعلق بالإمام رحمه الله وردي عنه سنذكر يسيرا من ذلك لا نريد به أن نثبت به شيء مع أولئك الذين يثنوا شبه لا إنما نريد أن نوجهه إلى قلوب أهل المحبة وأهل التعظيم وعامة المسلمين ليعرفون من هؤلاء وما هو الصفاء المولى عز وجل لهؤلاء السادة نظر الله عليهم فيكون ذلك كتحصينا لنا وليأبنائنا وليعامة الأمة بحيث إذا تكلم في هذا الرجل كان الإنسان عنده شيء من الزاد يعرف حوله من يتكلمون فنقول هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي بردزبة هذا بهذا اللفظ الفارسي والذي معناه المزارع هو جده الثالث وهو الفارسي والأصل الذي أسلم على يد الفاتحين وحسن إسلامه ثم ابنه المغيرة وابنه إبراهيم وابنه إسماعيل وابنه محمد وبالتالي حينما يقول من يقول أن المغير بخاري فارسي ويذكرها من باب الاستنقاص كبار علماء الأمة أجلة علماء الأمة أصله من فارس أصله من فارس يعني جده السابع جده الرابع أما هو فنشأ بين العرب المسلمين وتراه لا يحسن الفارسية حتى ربما من كبار العلماء الأجلة سيدنا أبو حنيفة رضي الله سأل عنه بل قال سيد وجود عليه الصلاة والسلام حديث صحيح لو كان العلم بالثورية ثورية نجم عاري لو كان العلم بالثورية لا ناله رجال من فارس أهل فارس ويكفينا سيدنا السلمان الفارسي الصحابي الجليل رضي الله عنه حينما جاءت البيعثة أو من أوائل من دخل في الإسلام سيدنا السهيب الرومي سيدنا بلال حبشي ثم سيدنا السلمان الفارسي إذن تقطع هنا هذه الشبهة هذه الإسلام ليس للعرب هذه الإسلام للأمة وما أرسلناك لرحمة للعالمين إذن حذاري أن تقف عند هذا العصبية العربية لا إلا ما كان سيدنا بلال أول أول من أسلم من العبيد سيدنا بلال وسيدنا صهيب الرومي من أوائل من أسلم إذن هذا الشيء لا يلتفت إليه سيدنا البخاري رحمه الله ورضيه عنه ولد يوم الجمعة بعد الصلاة لثلاثة عشر ليلة خلت من شوال سنة أربعين وتسعين ومئة يعني مئة واربا وتسعين ولد الإمام البخاري رضي الله عنه في بخارة بخارة محافظة في بلاد فارس قديما وهي الآن تابعة إلى بلاد إيران نتكلم باختصار عن والده وهو سيدنا إبراهيم بن المغير يقول الإمام بن حاجر ذكره الإمام بن الحبان في الثقات فقال في الطبقة الرابعة إسماعيل بن إبراهيم والد البخاري أبوه والد البخاري قال سامعة روى عن حماد بن زيد ومالك بن أنس رضي الله عنه إذن هذا أول استفع أن والد الإمام البخاري كان يطلب الحديث وجالس الإمام مالك رضي الله عنه وحمد بن زيد أدو هؤلاء هم العظام كبار وأخذ عنهم الحديث وذكره الإمام البخاري في كتابه إمام بخاري قبل أن يؤلف الصحيح ألف كتاب اسم التاريخ الكبير وألفه عند قبر الرسول الله صلى الله عليه وسلم فالروض الشريف كان عمره 16 سنة وجمع فيه رجال سند فذكر منهم والده وقال فيه إمام البخاري يقول إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ذكره كما يعرفه الناس وهو والده ثم قال سمع من مالك وحمد بن زيد وصافح بن المبارك يعني التقى بأبد الله بن مبارك وصافحه وهذه من قابة كبيرة عبد الله بن المبارك وسمع من مالك رضي الله عنه وارضه إذن هذه أول أرضية بسيدنا البخاري رضي الله تعالى عنه وارضه توفي والده وهو صغير لم يعيش مع والده كثيرا فتربى في حجر أمه وحج مع أمه سيدنا البخاري رضي الله تعالى عنه ومع أخيه أحمد بن إسماعيل وكان أسنى منه أخوه كان أسنى منه توفي أخوه حينما رجع إلى بخارة وبقي هو في مكة مع أمه مجاورا يطلب العلم وذهب بصره في صغاره وصيب العمى من بخارة دل الله عنه فتوسلت أمه بسيدنا إبراهيم الخليل في الحجر في مكة المكرمة وداعت كثيرا كثيرا في الحجر وبينها في الحطيم في مكة مكرمة كل يوم تدعو الله سبحانه وتعالى وتتوسل بسيدنا إبراهيم فذكر الإمام بن حجر أن والدته رأت سيدنا إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل السلام رأته في المنام فقال لها يا هذه قد رد الله على ابنك بصره بكثرة دعائك قال فأصبحت فذهبت فرأت أن والدها قد رد الله بصره إليه وهذه من الكرامات التي أكرمه الله بها ببركة والدته قبل أن نتكلم عن إمام سيدنا بخاري لابد نتكلم عن هذه الأرضية الوالدات من الصالحات والدعاء والتوسل والاستغاثة الوالد من طلب الحديث ومن من جاء سمالك ورآه وممن أكرمه الله بأن لم يأكل حراما قط يقول والده عن عن نفسه وهذه أرضية عظمى ولا بد لكل والد أن يضعها بين عينيهم يقول سمعت محمد بن خراش يقول سمعت أحيد بن حفص يقول دخلت على إسماعيل والد أبي عبد الله إسماعيل بن إبراهيم والد بخاري عند موته وهو احتضر فقال لا أعلم من مالي درهما من حرام ولا درهما من شبهة لا أعلم أنه عندي درهم من حرام أو درهم في شبهة كل مالي حلال وذلك الحل الحلال وارثه سيدنا محمد بن إسماعيل البخاري فكان أكل الحلال من طرف والده والصلاح من طرف أمه ووالده كذلك أرضية ينتج منها الولد الصالح نرجع إلى سيدنا البخاري رضي الله تعالى عنه وارضاه قال الفيرابري وهو راوي الصحيح وهو من حفاظ الأمة سمعت محمد بن أبي حاتم والراق البخاري يقول سمعت البخاري يقول أُلهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب لما كنت أطلب القرآن الكريم صبا طب ثم سنوات تسع سنوات وأقل الكتاب أُلهمت أني أسمع الحديث أحفظه أُلهمت قلت وكم أتى عليك إذاك كم كان سنك قال عشر سنين أو أقل عشر سنين أو أقل قال ثم خارجت من الكتاب يعني حفظت القرآن الكريم فجعلت أختلف إلى الداخلي وغيره من حفاظ وقته فقال يوما الإمام الداخلي من حفاظ فقال يوما فيما كان يقرأ للناس من حفظه سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم العالم الجليل يروي الحديث ستنى البخاري في عشر سنين 11 سنة في المجلس قال سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم قال فقلت ستنى البخاري فقلت أب الزبير لم يروي عن إبراهيم هو صريح قال فانتهرني فقلت فقلت أرجع إلى الأصل إن كان عندك إن كان عندك الأصل المكتوب أرجع إليه فدخل ضاره فنظر فيه ثم رجع فقال كيف هو يغلام فقلت هو الزبير يعني الشيخ أخطق الأب الزبير لا الزبير قال قلت هو الزبير وهو ابن عادي ابن إبراهيم فأخذ القلم وأصلح كتابه وقال لصدقت فقال له إنسان لما ذكرها القصة قال له إنسان ابن كم حين رادت عليه قال ابن 11 سنة هذه القصة الثابتة بالسندها تثبت أن الإمام رحمه الله ورده عنه ألهم حفظ الحديث بفضل من الله فأن الله أحب للأمة أن يهيئ لهؤلاء الرجال 11 سنة يصحح الشيخ في سنده الذي يمكن أن يخطأ فقال أب الزبير قال لا عدرا لكنه الزبير وهو عدي بن إبراهيم هذا العلم علم السند هذا 11 سنة فحينما كان في 40 نحو هذا كيف كان موسوع رحمه الله ورده عنه تكلمنا عن الرحلة في طلب الحديث قال السهل بن السري قال البخاري دخلت إلى الشام ومصر والجزيرة مرتين وإلى البصرة أربع مرات وأقمت بالحجاز ستة أعوام ولا أحصي كم دخلت إلى الكوفة وبغداد مع المحدثين وقال حاشد بن إسماعيل كان البخاري يختلف معنا إلى مشايخ البصرة يختلف يعني يذهب معنا إلى الحديث نأخذ عنهم الحديث وهو غلام فلا يكتب حتى أتى على ذلك أيام أيام ونحن نذهب إلى أهل الحديث نجلس ما جاءتهم من الصباح إلى الليل ونكتب وهو جاءت لا يكتب فلومناه بعد ستة عشر يوم نسو شهر وهو لا يكتب شيء فلومناه فقال قد أكثرتم علي أي من اللوم فأعرضوا علي ما كتبتم منذ خمسة عشر يوم أو ستة عشر يوم كتبتم شيء أعرضوه علي فأخرجناه فزاد على خمسة عشر ألف حديث خمسة عشر ستة عشر يوم كتبوا فيها ما يزيد عن خمسة عشر ألف حديث وهو قريج في ذلك الوقت قال فقرأها كلها على نظهر قلب حتى جعلنا نحكم أو نحكم كتبانا من حفظه يعني نصحح ما كتبناه من حفظ سيدنا البخاري الذي حافظ ما يزيد عن خمسة عشر ألف حديث من غير أن يكتب منها شيء هذه قصص ثابتة بالسند اختصرنا سندها سندها المتصل الثابتة على أن هذا فضل من الله وإلهام لحفظ السنة وإصطفاء منه سبحانه وتعالى لأهاء الإستاذة لأجلاء أن يجعل المولى عز وجل أوعية لنقل نور سنة مولانا رسول الله صلوة ربي وسلامه عليها الكلام عن الإمام ليس من ناحية الحديث كيف حسب من ناحية الزهد والتقوى والاستقامة والقيام نذكر ما ذكر الإمام بن حجر بسنده إلى أن قال عن مقصم بن سعد قال كان محمد بن إسماعيل البخاري إذا كان أول ليلة من شهر رمضان يجتمع إليه أصحابه طلباته وأصحابه فيصلي بهم ويقرأ في كل ركعة عشرين آية وكذلك إلى أن يختم القرآن كله وكان يقرأ في الصحر ما بين النصف إلى الثلث من القرآن فيختم عند الصحر في كل ثلاث ليالي وكان يختم بالنهار في كل يوم ختمة ويكون ختمه عند الإفطار في كل ليلة ويقول عند كل ختماتين دعوة المستجابة أتينا بهذا لنفتح أدباب بأن هؤلاء السادة كانوا أهل عبادة وقيام وذكر ولم يشتغلوا بكتبهم فحسب فالعلم كما قال سيدنا مالك رضي الله عنه ليس العلم بكثرة الرواية إنما العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء فكانوا على ذاك النور ليتعرضوا له في قيام الليل وختم القرآن وتلاوته أنع الليل وأطراف النهار هذا عن عن الذكر ننتقل إلى وجه آخر وقلنا الأوجه كثير كثير جدا مما كان عليه من حسن معاشر مع طلبته ورفاقائه في طلب الحديث وحرصه الجليل على الحديث في الليالي دوما أتس ابن حزر بسنده وقال قال محمد بن أبي حاتم الوراق الذي كان يكتب مع الحفاظ ويكتب عنهم ونحو ذلك كان أبو عبد الله يعني محمد بن اسماعي البخاري إذا كنت معه في صفر يجمعنا بيت واحد إلا في القيض فكنت أراه يعني في الحر يترك واحدة في الليل يجمعنا بيت واحد لأننا نناموا في الليل معا فكنت أراه يقوم في الليلة الواحدة خمسة عشر مرة إلى عشرين مرة في الليلة الواحدة يقوم في عشرين مرة في كل ذلك يأخذ القداحة فيوري نارا يعني يشعل النار يشعل القنديل يقدح ويشعل القنديل الضوء ويسرج يعني السراج ويخرج أحاديثة يعني من صندوقه فيعلم عليها هذا كذا هذا كذا يعني شيء الحاديث ثم يضع رأسه مرة ثانية عشرين مرة في الليل يقوم ويوقض ويشعل النار يشعل القنديل ويخرج صناديقة ويخرج الحاديث ويعلم أن هذا فيه كذا أن فيه كذا ترجمة كذلك فقلت له إنك تحمل على نفسك كل هذا ولا توقضني يعني أيقضني لأكمل معك هذا العمل أو أعينك على الصراج الأقل قال أنت شاب فلا أحب أن أفسد عليك نومك شوف الصحبة عشرين مرة لا يوقض صاحبه كأنه شاب قال أنت شاب لا أفتد عليك أنه كان كبير والكبير قد يكون نومه في الليل خفيف فأنا أقوم عشرين مرة لتصحيح هذا الحديث وأنت استرح ثم قال وكان يصلي في وقت الصحر ثلاثة عشر ركعة ويوتر بواحدة وكان معه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم يحمله في ملبوسه معاني عدة في هذا المقول قيامه قيامه الليل من أجل إصلاح الحديث قيامه بالصلاة ولا يترك قيام الليل أبدا ولأجل هذا بارك الله في علمه وتبركه بشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعله في ملبوسه كل ما لابس شيء إلا وجعل تلك الشعيرات معه لينال باركتها ننتقل إلى وجه آخر من أوجه الفضل الذي منى الله به عليها لأجل كذلك أن لا نظن أن هؤلاء انقطعوا إلى العلم وكذا فلم يكن لهم علم بشؤون حياة الدنيا وننتقل هنا إلى باب أبواب الورع التي كانوا عليها الورع العظيم في الاستحلال من الناس يقول الإمام بن حجر دوما بسنده قال الفيربري كاتبه وراويه كان أبو عبد الله محمد بن اسماعيل يركب إلى الرمي كثيرا يعني يركب ويذهب لأجل أن يرمي ليتدرب على الرمي لأنه كان الجهاد كذلك فما أعلم أني رأيته في طول ما صحبته أخطأ سهمه الهدف إذن الحديث قيام الذكر والرماية وحسن الإصابة ما أظن أني رأيته أخطأ الهدف إلا مرة أو مرتين في كل ما صحبته مرة أو مرتين بل كان يصيب في كل ذلك ولا يسبق يعني لا يسبقه أحد إلى إصابة الهدف قال وركبنا يوما إلى الرمي ونحن بفيربري يعني هذا البلد التي منها الفيربري وهي في بلاد فارس قال فخرجنا إلى الدرب الذي يؤدي إلى طريق يعني فجعلنا نرمي فأصاب السهم أبي عبد الله ووتد القنطرة التي على النهر فانشق الوتد نهر صغير فيه قنطرة هذا القنطرة كنا نرمي فإذا به سهم سيدنا أبي عبد الله الأخير يصيب ووتد القنطرة فلما رأى ذلك نزل عن دابته فأخرج السهم من الوتد وترك الرمي متوقف عن الرمي وقال لنا ارجعوا فرجعنا فقال لي يا أبا جعفر في ربري لي إليك حاجة أطلب منك شيء وهو يتنفس سعاداء يعني يتألم نوعا ما فقلت نعم قال تذهب إلى صاحب القنطرة القنطرة تلك إنسان هو الذي أقامها وأقامها وقفا للمسلمين فتقول إن أخللنا بالوتد يعني الوتد القنطرة لما أصبناه بالسهم نشق نوعا ما فنحب أن تأذن لنا في إقامة بدله يعني تأذن لنا نزيل هذا الوتد ونقيم بدله وتد آخر أو تأخذ ثمانة وتجعلنا في حل أو تسمح لنا هذا هو الوارع نعم هذا هو المن البخاري وكان صاحب القنطرة حميد بن الأخضر أرجل من الصالحين في ذلك الوقت من أهل الخير فقال لي بعدما ذهبت إليه أبلغ أبا عبد الله السلام صاحب القنطرة يقول لتلميذ البخاري هذا ما يقول الشيخ قال أبلغه السلام وقل له أنت في حل مما كان منك فإن جميع ملكي لك الفداء الله أكبر الناس لا يعرفون حقه جميع ملكي كل ملكي فداء لك يمن بخاري قال فأبلغته الرسالة فتهلل وجهه وأظهر صرورا كثيرا وقرأ ذلك اليوم للغرباء خمسمائة حديث وتصدق بثلاثمائة درهم آية 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 من آية الله الفرح لي ظهر عليه لما قبيل صاحب القنطرة عذره وتصدق بالحديث روى للناس خمسمائة حديث للغرباء وتصدق بالثلاثمائة درهم وكذا شيء لماذا لأن صاحب القنطرة عفى عنه وقال أنت في حل يأتي الآن في هذا آخر الزمان من يقول أخطأ لني بخاري أو هذه الحادث المولود صاحب بخاري لا أقول به أو يخالف العقل صدق من قال من جهل شيئا عاداه فلما جهلنا أولئ الرجال ومنزلتهم عاديناهم بجهلنا ولو عرفنا من هؤلئ الرجال لكنا نقبل التراب الذي تثير عليه قدامهم الشريفة نكتفي بهذا القدر ونلتقي في مجلس الآتي اللاحق إن شاء الله تعالى دوما مع الإمام البخاري وما دقال فيه أستاذ العلماء رضوان الله يعريه هذا والله رسوله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين النبي الأمي أعلم من أسد عنه الرموة والحكماء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة